الانتاج الزراعي انا اقول الكلام هذا لان عايشت الـ 25 سنة احنا زراعينا خالد ارتب كثير مما كنا عليه سابق الزراع المائية اليوم المملكة خطط فيها خطوات جدا كبيرة نفتقر الى استثمارات كبيرة في التسويق والمبيعات وخصوصا في الخضارة خالد وفاك حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست زراعي اليوم راح نتكلم مع ضيفنا عن احدى اهم واكبر الشركات المتخصصة في الانتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي وكيف ساهمت في استقرار الامن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي والامن للمستهلكين بداية ارحب بضيف هذه الحلقة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للزراعية المهندس عبدالله بن سليمان ستيس حياك الله أبو وسام وسعيدين وجودك معنا سهلا والله خالد وانا اللي سعيد واشكركم على هالاستضافة الكريمة ان شاء الله بداية ابو وسام في حادفتين حصلت لك بداية دخولك للقطاع الزراعي هذه الحادفتين يعني كادت كفيلة انها تنهي يعني دخولك لهالقطاع مبكرا لكن كنت يعني تجاوزت هالحادفتين ربما نوع من الصعوبة انا وديك تذكرها لي صحيح خالد هي اللي اذكر انا حادثة واحدة بالذات يعني في بداية انضمامي انا طبعا بديت بشركة نادك وبيديت بعد تخرج مباشرة يعني بين التخرج وبين انضمامي لشركة نادك حوالي شهر ونص وشهرين وبديت بمشروع نادك بالجوف فكانت المنطقة منطقة تبسيطة منطقة صحراوية وكانت تبعد عن تبرجل حوالي سبعين كيلو وصحرة فاذكر يوم لليام وانا لازلت في اول ثلاث اربع شهور انه احتجت اني انزل تبرجل بالليل فنزلت فعلا وخلصت مشواري وانا راجع حصل عطب السيارة فانقطعت السيارة او وقفت السيارة ضفت انا وطبعا اثنين من الزملاء واحد منهم موجود الان معنا هنا الماندس عبدالله اليمني الله يذكره بالخير من زملانا في عراسكو وواحد زميل اخر سوداني غادر للمملكة فاضطرينا نمشي خالد حوالي اربعين خمسة واربعين كيلو بالليل الى ان نوصل اقرب سكن نلاقي فيه ناس تساعدنا وترد علينا الصوت نتكلم ان نمشي على الاقدام مسافة اربعين كيلو نمشينا على الاقدام وبليل وبنهار بليل وستر الله علينا انها كانت صيف ويمكن ساعدتنا شوي انها قمرة وساعدنا شوي انها يمشي لكن على مستوى او على مسافة اربعين كيلو ماشي هذا الكلام عام كم؟ عام يمكن تقريبا في منتصف اثنين وتسعين ميلادي وكنت فيه اوال الشيئانات ايه طبعا انا كنت فيه 23 وكان المشوار هذا او الحادة دي كانت فعلا اني يفكر اني لو وصلت سالم اني راح يغادر المجال اللينا فيها والشركة اللينا فيها اول مشروع ولكن من كرم ربي من فضل ربي علي اني فعلا استمريت راح نسيت السالفة واستمريت كان معنى يعني احنا اشتغلنا انا اشتغلت شخصيا في شركة نادك بداياتي وهي بيئة خصبة للعمل ولتشجيع الكفاءات السعودية وبالذات الكفاءات الجديدة او المتخرجة حديثة فهذه واحدة من كرم ربي من افضل ربي علي اني بدايت بنادك لو لله ثم البيئة الخصبة اللي انا نشأت فيها بنادك يمكن سالفة مثل السوالف هذه تأثر علي وتنهي مشواري الزراعي فالحمد لله اني استمريت هذه ابو سام الحادثة الاولى اللي هي المشي نعم الحادثة الثانية وشي الحادثة الثانية يمكن هذه ما حصلت عندنا في نادك يمكن حصلت مع جيراننا شركة الوطنية ايام انا كنت في نادك وجيراننا شركة الوطنية اللي هي احد شركات الشيخ سليمان اللي انا اتشرف اني انا الرئيس التنفيذي لها الان في منتصف التسعينات تقريبا كان فيه كميات يرويها اللي طبعا مدير المشروع وقتها الماندس فيصل عينيزي هو موجودة الان وهو مدير مشروعنا بالجوف فيروي انه فيه كميات قمح كبيرة كانت مخزنة خارج الصوامع على الساحات الاسفلتية وانها صادفت انه فيه زيارة للشيخ سليمان الراجحي وقتها وهو بجولته مع مدير المشروع مروا على اكوام القمح هذه مع الشيخ سليمان فالمدير ارتبك يعني خايف انه الشيخ يزعل او يصير فيه يعني ملاحظة من الشيخ انه فيه دارة سيئة وشي انه كميات القمح متروكة بدون تغطية بدون صوامع كان عليها كمية طيور كبيرة جدا فقال له كذا بالبلد وقف وقفوا ليدي فوقف المدير المشروع وخايف من الشيخ انه الشيخ يعني فقال له شايفي الطيور هذه يا ابوك هذه تسوى عندي الدنيا وما فيها انه الطير هذا ياكل من انتاجنا هذه وانا ابوك تسوى الدنيا وما عليها هذه القصص اللي مثل هذه تعطينا يعني دوافع انه انه فعلا استمرارنا وشغلنا بالقطاع الزراعي شغل نحتسف فيه العجر ونحتسف فيه انه احنا مساهمين بالامن الغذائي ويشجعنا انه نستمر لمزيد من الجهد والعمل ان شاء الله كنت تتوقعون الشيخ سليما رح يقولكم عكساك طبعا انت اي صاحب يعني شركة او مستثمر لما يشوف انه كميات كبيرة من القمح ما هي مغطاة مثلا وعليها وحيكون ردة تفعلها سبية طبعا طبعا اكيد حيقول لك يعني على الأقل انك ما ما اخذت الاجراءات الصحيحة للتخزين فهذا كانت هذا كان وجهة نظر المدير يقول انا متقبل ان الشيخ يوأخذني او يعاتبني عليها لكن الردة تفعل الى الان شوف الرجل لها حول العشرين سنة الى الان يرويها وهو كله فخر والشيخ طبعا ما يعلم عنها ولكن هي شجعتنا حنا كشباب ايامها في عوائل العشرينات انه فعلا نستمر لانه القطاع الزراعي قطاع ممتع العمل بالقطاع الزراعي عمل ممتع انت قاعد تشوف نتيجة عملك قدامك يتغير كل يوم وكل ساعة صح فعمل ممتع نعم طيب ابو سام حنا ودينا نتكلم معك عن الشركة الوطنية الزراعية يعني متى انشأت هالشركة وما هي الاسباب التي تقف خلف انشاء هذه الشركة خلينا قبل ما ابدأ انا بشركة الوطنية خلينا اقول انه انا انضميت الوطنية من سنتين وتشرف اني انضميت الوطنية من سنتين كرئيس تنفيذي قادم من خلينا نسميه بيتي الثاني اللي هو نادك انا انضميت مع نادك بعد التخرج زي ما قلت وخدمت فيها حوالي 27 سنة طلعت منها وانا رجل زراعي ناضج اداريا وفنيا وعمليا واديلها بشي كبير اديلها واديل لرجالها اللي فعلا صنعوا مننا رجال يعني رجال رجال فعلا رجال صنعوا رجال وهذه مدرسة تنادك وبيعة تنادك يعني ما بيقعد اشخاص وانسى اشخاص لكن اديل لاشخاص كثيرة يعني انا بس قبل ما ندخل لانه المهندس حجن الشهري اديل له بشي كبير المهندس سالم الشاوي اديل له بشي كبير المهندس عبدالعزيز الببطين هذا مهما حكيت عنه مهما قلت في حقه انا وغيري من الشباب السعودي لانه في حق الرجل هذا هو باني نادك العصرية خلينا نقول اول حديثة المهندس عبدالعزيز العوين هذا الرجل خدم او خدمني بادارة مشروع حرض خدمة كبيرة طبعا انا خدمت في نادك الجوف بعدين انتقلت الى نادك حرض نادك حرض اللي هو اكبر مشروع زراعي بالشرق الاوسط يشمل الالبان ويشمل التصنيع الغذائي والقطاع الزراعي هؤلاء الاشخاص ابو اسامهم يعني خلف قصة نجاح نعم انا اديل لهم بشي كبير ولازلت الى الان اعتبرهم هم اللبنة الاساسية اللي هي اسست اني استمر بالقطاع لو لله ثم الرجال هذولا يمكن ما كنا استمرين فعلا انا اقول لك انها بياء خصبة بعدها بس انا ودي تسمح لي يعني ايش المميزات اللي يتميزون فيها هؤلاء الاشخاص يعني علشان يقدمون مثلا يعني اشياء جميلة للشباب السعودي في بداية دخولهم للقطاع الزراعي هذول الرجال عندهم ايمان كامل انه القطاع الزراعي او الشركات اللي هم فيها واللي واحد منها نادك انها هي عبارة عن امانة بيديهم رح يسلمونها لرجال اخرين خلفهم لتواصل نجاحها واستمرارها هم استلموها من الرجال وسلموها لرجال واحنا سلمناها لرجال وبإذن الله انها تستمر السلسلة ذي وهذه احد يعني خلينا اقول لك احد مميزات الادارة السعودية او الكادر السعودي الاداري لما يكون واثق فيك واثق في قدراتك وانك قادر تنجح يدعمك ويعطيك الصلاحيات ويشجعك ويتغاضى عن كثير من الاخطاء اللي ممكن تحدث في بداياتك ويعطيك وينمي فيك الولاء احنا صارت عندنا العملية مهي عملية موضة احنا يا خالد بدنا في عملنا زراعي في حوال التسعينات رواتبنا لا تفرق عن رواتب القطاع العام فرقها الفين ثلاث الاف رياب الكثير ولكن لاننا متأملين بعد الله اننا حنكون شيء في يومنا الايام تحت قيادة هارجال هذولا هي اللي خلتنا نصبر وفعلا صبرنا ونلنا لذلك انا نقول اليوم العمل في القطاع الزراعي او طالب كلية الزراع لا يتوقع انه يعمل في مدن او يعمل اكيد انه جزء كبير من عمله رح يقضي في خارج المدن وفي المشاريع وحيلاقي من الصعوبات وحيلاقي بيئة عمل جيدة وشجعة له لو انه حب يستمر وحيوصل ان شاء الله لكن تبيلها صبر وتبيلها اتكال بعد الله على جهدك وعلى مدى استيعابك للعمل ومدى وجود بيئة خصبة زي بيئة نادك والحمد لله بعد خدمة 25 سنة انتقلت للوطنية الوطنية انا اعتبرها شرف وفخر اني اعمل بعد نادك في شركة زي شركة الوطنية شركة الوطنية الكل يعرف ان هي احد شركات اوقا شركة سليمان الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحة القابضة اللي هي تابعة لأوقاف الشيخ سليمان احنا في شركة الوطنية الزراعية عندنا شركات شقيقة عندنا دواجن الوطنية عندنا الدولية للاستثمار شركة الراجحة الدولية عندنا الراجحة للاستثمار عندنا كذا الشركة كلها تحت منظومة شركة سليمان راجح القابضة والقابضة زي ما قلنا تحت مؤسسة وقف سليمان راجح الوطنية الحقيقة بدت بالثمانينات بدت ما بين الشيخ سليمان والشيخ صالح الله يرحمه الراجحي على أساس أنها مؤسسة أو شركة محدودة للأعمال الزراعية في ودد دواسر والقصيد واستمرت منكم في أوائل الثمانينات إلى حوالي أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات وبعدين انفصلوا لأخوان الاثنين والشيخ سليمان أسس ما يسمى شركة الراجح للأعمال الزراعية اللي بعدها تحولت إلى شركة الوطنية الزراعية الحالية طبعاً هذه أسسها الشيخ سليمان مع رجال أنا أذكر منهم اثنين الدكتور خالد ملاحي والمهندس إبراهيم بعبات هم من بنوا شركة الوطنية اللي أنا أكمل مسيراتها وحنرجع نعيد قصة نجاحنا في نادك في دارة الشركات بالكفاة السعودية نفس السيناريو حصل في الوطنية رجال خدموا الوطنية وأسسوها وسلموها إلى كفاءات وبنوا بيئة خصبة للاستمرار وسلموها لرجال والرجال هذول بإذن الله أنهم سيسلموها لكفاءات ورجال إن شاء الله اللي واصلون المسيرة الوطنية طبعاً تأسست من الثمانينات إلى اليوم وتغيرت مسمياتها زي ما قلنا إلى أن أصبحت الآن هالكيان الكبير اللي اسمه شركة الوطنية الزراعية ممتاز أتكلم معك عن الشيخ سليمان لما أنشأها الشركة يعني أكيد كان فيه دوافع في مخيلته أو هداف أنه راح يوصل لها في يوم الأيام صحيح أنا ودي أعرف منك هالدوافع والشيء والله شب أنا وكل منصف وكل رجل منصف لازم أنه نتبق كلنا أن الشيخ سليمان هدفه نبيل وهدفه سامي وهدفه يعني خلينا نقول أعلى من أنه يكون مادي إيمان الشيخ سليمان أنه مؤتمن على المال وهذه دائماً أنه يرددها الله يطول عمره ويحفظه أنه مؤتمن على المال إيمانه أنه له رسالة لبلده للأمن الغذائي لبلده عنده إيمان إيمان تام أنه هذه أحد يعني واجباته واحد خلينا نقول المطلوب منه في حياته فأسس شركة الوطنية وأصر عليها واستمرت وأنا بيقول لك احنا الوطنية من أولي الشركات اللي ساهمت في انتشار المنتج العضوي أنا من الناس اللي كنت أجاوري الشيخ سليمان في الوطنية بالجوف وكنا نحن نادك مجاوري للوطنية كنا نتعارض مع الشيخ سليمان كثير على الزراعة العضوية كوننا نحن مهندسين ونرى أن إنتاجها أقل وتكاليفها عالية فما كنا نؤمن فيها وهو كان عنده أسرار من التسعينات أنه المنتج هذا هو المنتج اللي حيستمر لأنه منتج نظيف خالي من المبيدات اللي هي أخطر شيء على المنتج الزراعي فكان عنده رسالة الشيخ أن يوصلها أنه يساهم بمزيد من استقرار الأمن الغذائي طبعا الوطنية هي أول من أدخل الزراعة العضوية على مستوحات كبيرة هي أول من أدخل أو ساهم في تربية الأغنام والإنتاج اللحوم الحمرة محليا إحنا إلى اليوم نملك أكبر قطيع أغنام بالتربية أغنام بالمملكة على الرغم من هذا القطيع هذا أو الإنتاج الحيواني أو الأغنام ما يحقق أرباح زي ما يحققها أي قطاع آخر أو أي نشاط آخر لكن إيمان الشيخ أنه عنده رسالة أنه يساهم في سد جزء من احتياج للحوم الحمرة خلاله يستمر ولازل نحن مستمرين عن القطيع اللي بدأ من أواخر الثمانينات الآن وأسسوه الرجال اللي ذكرت أسمائهم آنفا ممتازا أنا أعرف أبو سامن فيه أكثر من مشروع تابع للشركة لكن أود أن أعرف أهم هالمشاريع الوطنية تملك أربع مشاريع تملك مشروع الجوف اللي هو أكبر المشاريع حوالي ممكن نتكلم عن 15 أو 20 ألف هكتار ونملك مشروع القصيم للنخيل طبعا مشروع الجوف متنوع نحن بنفصلها أبو سامن لكن أعطني إياها كاروس أقلام بعد أن ندخل في التفسير مشروع الجوف ومشروع القصيم ومشروع الخارج للزراعة المائية ومشروع وادي الدواس ممتازا خلنا نبدأ مع مشروع الجوف مشروع الجوف هو يعتبر أكبر مشاريع المملكة الزراعية وأكبر مشاريع الوطنية ومتعدد الأنشطة فيه التصنيع الغذائي نحن ننتج العصائر العضوية عصائر التفاح والعنب العضوي ننتج مركزات الطماطم من ناحية التصنيع ننتج زيت الزيتون العضوي وعندنا الانتاج الحيواني زي ما قلت لك نملك حوالي فوق 35 ألف راس أغنام نعيمي نملك ما يزيد عن 1000 راس الماعز ونملك حوالي ما يزيد عن 600-700 راس من الإبل والانتاج الزراعي احنا متنوع طبعا فيه الزيتون وفيه الفاكة وفيه الفاكة بأنواعها طبعا اللوز واللوزيات بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المساندة اللوجستية للانتاج الزراعي ممتازا ماذا عن مشروع النخيل في القصيم؟ مشروع النخيل في القصيم يعتبر مشروع من أكبر مشاريع النخيل بالمملكة في حوالي ما يزيد عن 100 ألف نخلة متنوعة وفيه مناطق أو خلينا نقول فيه مواقع مختلفة في القصيم ولا زال إلى الآن من حوالي 40 سنة إلى الآن موجود وإنتاج ويساهم بكميات لا بأس بها من إنتاج التمور بالمملكة طيب أتكلم معك عن مشروع وادي الدواسر قبل مشروع وادي الدواسر عندنا مشروع الخرج اللي هو أحد المشاريع اللي نفخر بها للزراع المائية لإنتاج الخضار عندنا حوالي 5 هكتار والمستقبل إن شاء الله رايحين نتوسع إلى 10 و 15 هكتار لمزيد من زيادة الإنتاج الخضار خلينا نسميه بزراعة المائية الآن بالمملكة المشروع وادي الدواسر عبارة عن مشروع زراعي محاور وزراعة تقليدي جميل جميل أتكلم معك يا أبو أسام عن يعني سنوات طويلة في القطاع الزراعي أكيد هناك يعني الآن خبرة طويلة في هالقطاع ممكن تلخصها لنا ما بين الأمس واليوم تحول كبير في القطاع الزراعي صحيح وش اللي اختلف يا أبو أسام اليوم ما بين الأمس وما بين اليوم في هالقطاع اللي جالس ينمو أكثر وأكثر اختلف يا خالد حاجات كثيرة أنا لو بقولك أنا ابن القطاع وعاشرته مثلا على مدار 30 سنة اختلف جدريا يا خالد اختلف من ناحية التطبيق الزراعي من ناحية البرامج من ناحية المحاصيل من ناحية كفاءة الانتاج من ناحية مساهمته بالناتج المحلي برضو على كل الأصعدة فيه تطور لا يقاس بالسنين يعني لما ترجعت بتقارنه بعشرين سنة حجم التطور اللي صار بالقطاع من كل النواحي أعتقد أنه أكبر بكثير من عشرين وثلاثين سنة يمكن ما يكفي ولا خمسين ستين سنة لكن فعلا اللي حصل على وقتي أنا من عشرين إلى خمسة وعشرين سنة تقارنه الآن كزمن أو سنوات مع ما تحقق لا احنا قفزنا قفزات كبيرة والله الحمد اليوم احنا ننافس كثير طبعا احنا زراعيا كفاءة الانتاج متفوقين جدا نكاد نتفوق على كل الدول العربية كفاءة الانتاج احنا وصلنا بالأمن الغذائي خلينا نسميه الأمن الغذائي هو من شقين هو قد تساهم فيه الاستراد والدولة عن طريق الوزارات التجارة والوزارات الأخرى المعنية بالاستراد ويساهم فيه الانتاج المحلي الانتاج المحلي هو موثل بزراعة المحلية التي تقودها وزارة الزراع القطاع هذا ساهم أو الزراعة ساهمت بشكل كبير وتطورت في ست جزء كبير من الانتاج الأمن الغذائي اليوم احنا متفوقين جدا وواصلين إلى اكتفادات بالألبان وفخر زي ما قال الدكتور إبراهيم في لقاءه معك هو فخر واحد ما فخرنا الزراعية انتاج الألبان بالمملكة وما وصلنا له منتاجيات الأبقار النافس كثير من الدول احنا النافس كثير احنا لا نقارن إلا زي ما قال الدكتور بأمريكا وكوريا من ناحة انتاج البقرة ولكن طبعا لا تقارننا بأوروبا لأن أوروبا متخصصين بالأجبان أكثر مننا احنا نتكلم عن حليب ومشتقات الحليب احنا وصلنا مراحل جدا متطورة من ناحة الكمية والجودة في الألبان اليوم احنا في الدواجن محققين أرقام جدا ممتازة مقارنة بما كنا عليه قبل والهدف لا زال أكبر نتكلم عن الخضار اليوم احنا جزء كبير من الخضار متوفر محليا القمح احنا اليوم جزء كبير من انتاجنا من استلاكنا ينتج محليا وبجودة عالية وننافس المستورد سواء الكندي أو الاسترالي ما نبي نقول لأوروبا احنا خلين لو قررنا بالدولتين هذه كجودة احنا عندنا جودة قمح ما هي بسيطة اليوم خلينا اقول لك الانتاج الحيواني أو اللحوم الحمرة اليوم احنا عندنا انتاج اللحوم الحمرة والانتاج البلدي من اللحوم الحمرة اعتقد انه حتى مع وجود المستورد لا زال له طلب وله زبون وله جودة عالية ويساهم بدرجة كبيرة في سد الاحتياج لما تنظر لها من خالد من ناحية الناتج المحلي ومساهمته احنا يعني تطورنا بشكل كبير جدا قفزنا من ارقام حول العشرة مليار الان نتكلم عن سبعين مليار خلال عشرين سنة وهدفنا نوصل الى مية وعشرين ومية ثلاثين مليار ان شاء الله في السنوات القادمة فيه قفزات كبيرة جدا صراحة الارقام بوسام يعني بداية الرؤية وبداية يعني تقريبا نتكلم عن 2016 كنو نسمع بارقام ممكن كانت نوع من الخيان اليوم الحمد لله جاسين نشوفها تتحقق على ارض الواقع وهذا يعود الى الجهد الكبير اللي تقوم فيها المؤسسات الحكومية والتكامل الكبير ما بينها لكن يعني من الستينات الملياردية والزراعة التقليدية الى اوائل بداية هذه الرؤية الطموحة اليوم نلاحظ هناك الزراعة اختلفت لم تعود زراعة تقليدية اصبحت صناعة زراعية صحيح اليوم كيف ممكن تساهم الصناعة الزراعية في زيادة الانتاج الزراعي في رؤية المملكة خلني اعطيك خالد هنا قصة حصلت اللي هنا في نادك وهذه تحاول تريد ترد على جزء كبير من تساؤلك نادك نفخر احنا منسوبي نادك انه اول من ادخل صناعة البطاطس الشبس بالمملكة مع شركة بيبسيكو اللي هو منتج ليز بالمملكة هي شركة نادك في منتصف التسعينات وكانت عن طريق رجل اللي كان يقود القطاع الزراعي اللي هو ذكرت انا اعتبره الاخ الاكبر لنا الواندس عبدالزيل بابطين كانت مكالمة بينه وبين واحد في التوب ما نجمت فيه بيبسيكو انه ليش ما نبدأ زراعة البطاطس بالمملكة وتنتجها بيبسيكو بالمملكة فكانت عبارة عن مكالمة تلفونية واتفقوا فيما بينهم واستوردنا البذور بالطائراء وزرعنا في منتصف التسعينات اليوم بيبسيكو تنافس العالم بيبسيكو السعودية اليوم ليز تنافس بيبسيكو في جميع انحاء العالم من حيث الجودة وجودة المنتج الشبس الآن السعودي وكمية الانتاج خلينا نقول على مستوى الشرق الاوسط يعني لو اخذنا على على مستوى الدول القريبة منها المنتج زيت الزيتون زيت الزيتون نحن أخالد في في الفين وستة هنأذكر إذا ما خفظني استلاك المملكة كله لا يتجاوز ستة مليون لتر اليوم بعد ما تحولت إلى صناعة وصناعة محلية لانتاج زيت الزيتون وطبعا ارتفاع عدد السكان وزيادة عدد السكان وزيادة وعي المستهلك للغذاء ونوعية الغذاء زاد استهلاك البلد من زيت الزيتون إلى ما يقارب 40 و45 مليون لتر مقارنة بستة مليون وكل هذه جاية من الصناعة الزراعية يعني منتج يزرع ويصنع احنا في الوطنية نفخر انه عندنا مصنع لمركزات الطماطم انشئ في منتصف التسعينات واحنا الوحيدين الآن المنتجين لمركز الطماطم الآن بالمملكة ونغذي كبريات الشركات الآن المنتجة لمعجون الطماطم والكتشف بالمملكة طبعا مشروع الطماطم اليوم بالوطنية يعد مفخرة وصلنا إلى ما يقارب 1200 هكتار ريب التنقيض وهذه مساحة ضخمة للريب التنقيض مكلفة جدا ولكن منتجها او كفاءة الانتاج او معدل الانتاج عالي جدا جودته عالية ننافس طبعا اكبر اثنين او اكبر بلدين منتجة للطماطم او مركزات الطماطم هي الصين وامريكا احنا ما بين هات الدولتين من ناحية الجودة احنا احسن من الصينيين بمعايير معينة واحسن من الامريكان بمعايير معينة بالطماطم فلذلك احنا المنتج المحلي للمعجون والكتشف يفضل انه احنا خليط ما بين هات الدولتين كمواسطة ونجحنا فيها بقوة اللي هي حولنا الطماطم من طماطم فريش او يؤكل الى طماطم يصنع وينتج منه المعجون والكتشب جميل جدا وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الزراعة يعني قدمت كثير من التسهيلات للمستثمرين وللمزارعين علشان يستثمرون في هالمنتجات الزراعية أنا ودي أسألك يعني برأيك تشوف أي نوع من المنتجات تشوف فيه فرص واعدة لاستثمار في السنوات القادمة خلينا قبل المنتجات خلينا عرج على كل ما انتذكرتها احنا اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة وقيادتها للقطاع على الرغم أنه أكيد ما في رضا كامل عن قراراتها أو عن بعض القرارات التي اتخذت وهذا شي طبيعي أي قرارات لن تعجب كل الناس ولن تعجب كل الزبائن ولكن أنا خلينا أعطيك على المستوى الشخصي أنا اليوم احنا في تحت مظلة الوزارة ومن بداية الرؤية اليوم احنا زراعينا خالد أرتب كثير مما كنا عليه سابقا اليوم نشتغل وحنا عندنا خطة واضحة اليوم احنا الشركات والمزارع الكبيرة قاعدت تسوي خطة خمسية فاليوم أنا أكلمك وقصيا عندي خطة خمسية البعد إلى ستة وعشرين إلى سبع وعشرين أنا عارف وش راح أزرع وش راح هذه في السابق خالد ما كانت موجودة اليوم وكالة الوزارة للزراعة بقية المونتس أحمد العيادة الحقيقة أنها تبدل جهود جبارة جدا أنا أقول كلام هذا لأن عايشت الخمسة وعشرين سنة والمكتب المونتس أحمد مفتوح المساعدين المدراء العموم أنا أعتقد أنه وانا قلتها في لقاء سابق أنه من يصل للوزارة يبحث عن حل سيجد حل والدعم والرؤية والتشجيع والوضوح اللي صاير الآن في خطة الوزارة حتى لو ما عجبتك أنت في النهاية مش بالضرورة أن كل منتجات أو مخرجات الوزارة أو معطيات الوزارة تتلائمك أنت وتعجبك كمستثمر زراعي لكن في شيء واضح أمامك وفيه دعم وفيه تشجيع البنك الزراعي قاعد يعطي قروض وكل هذا بدعم من وزارة الزراع من زارة البية والمؤمنة الزراعة ففيه دعم وفيه تشجيع وبالعكس نحن قاعدين نسمع من القيادات الوزارة أنه المستقبل إن شاء الله واعد للزراع وهذا اللي خلى المملكة ورؤية سمو سيدي ولي العهد أنه نصل إلى أرقام كبيرة في عشرين ثلاثين واحدة منها القطاع الزراعي اليوم لما نتكلم أنه نبي نطلع إن شاء الله من سبعين إلى مئة وثلاثين مليار مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي هذه ما حتيجي أرقام افتراضية هذه جاية بناء على خطط وبناء على توقعات وبناء على الدراسات ولها ماضي يعني ما بنيت من خيال إحنا كنا كذا في الدواجن حنوصل كذا كنا كذا في البيض وحنوصل كذا لأنه وصلنا كذا كنا كذا في زيت الزيتون وحنوصل كذا كنا كذا في القمح وحنوصل كذا لأننا كنا كذا وصلنا كذا فكلها أرقام مقبولة وحتتحقق إن شاء الله فقط تحتاج مزيد من الوقت ومزيد من الشجاعة للاستثمار طبعا تسألني أنت تقول ويش المحاصيل المناسبة الوزارة طبعا عندها خلينا نقول مقياسين أمن مائي وأمن غذائي ففيه طبعا أنا من الناس اللي كنت يمكن معترضين أو زعلانين شوي على قرارات إيقاف الأعلاف والقرار إيقاف المحاصيل المستنزف للمياه لكن اليوم لما نشوفها بعد ما هدت العاصبة شوي وهدينا احنا شوي نشوف إنها كانت قرارات حكيمة اليوم قاعدين نجرع تفتحنا على محاصيل أخرى لم نكن نحسب لها حساب سابق يعني الوطنية الزراعية اليوم أنا يا خالد أكلمك أنا زارع 1200 هكتار طماطم من قبل عشر سنوات كانت 400 هكتار طماطم اليوم قفزنا فيها أربع أضعاف نتيجة أنه طلعنا من الأعلاف وزراعة الأعلاف وتوجهنا إلى محاصيل أخرى زيت الزيتون وإنتاج الزيتون كنا نتكلم في منتصف التسعينات عن أرقام أقل من 100 ألف شجرة اليوم الوطنية تتكلم عن 3.5 مليون نادك تتكلم عن 5 مليون ورايحين نحن في الوطنية إلى مزيد من الانتاج أو زيادة انتاج الشجرة فكل هذه محاصيل الدعم الذي نتوقع أنه سيحصل أو التشجيع للانتاج الحيواني يساعد كثيرا أنه نستمر ونتوسع في القطاع الزراعي ومشاريع واعدة بإذن الله أبو سام حدثنا عن نظام انتاج الخضار والفواكه لدينا في المملكة بالنظام الزراع المائية الحقيقة الزراع المائية اليوم المملكة خطط فيها خطوات جدا كبيرة وأعتقد أنه سنوصل إن شاء الله للهدف هدفنا طبعا أنه اكتفاء ذاتي طبعا زي ما قال الدكتور إبراهيم فيه فرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نحن أعتقد أنه انتاج الخضار حيوصل إلى الاكتفاء الذاتي إن شاء الله اليوم الدعم اللي قاعدين نشوفه من الوزارة التدليل الصعاب اللي قاعدين نشوفه من المهندسة أحمد العيادة والتشجيع التأكد أنه سنوصل إن شاء الله اليوم أنا خلينا أقول أنا وأنا صاحب تجربة عندنا خمسة أكتار لإنتاج الخضار اليوم المملكة في إنتاج الخضار غير المملكة قبل خمس سنين اليوم بدأنا الإنتاج زاد المستثمرين زادة وعندنا أعداد بيوت ضخمة والمستقبل واعد الميزة خالد في المجال هذا أنه صعوبة خلينا نقول صعوبة الاستيراد أو تكلفة الاستيراد يشجع المستثمر السعودي أنه يزيد من إنتاجه اليوم عشان تجيب طماط وتجيب خيار وتجيب من الدول المجاورة اللي حوالك يمكن تسغرق وقت وهذه تأثر على جودتها لكن الإنتاج المحلي حيأخذ أقل من 36 ساعة وهو موجود من الشجر إلى المستهلك ففيها شيء يعني فيها بوادر تشجع أنه الواحد يروح يزيد إنتاجه فيها فيها تكاليف عالية نعم فيها شوية حوائق التعيق نعم فيه لكن حتحل أنا متأكد أنا مؤمن إيمان كامل إن شاء الله أنه ما تحقق في الدواجن وفي الألبان وفي تدليل وفي وصولنا إلى كثير من المنزل زي القمح اللي حصل في القمح من قفزات وإنتاج أنه هو اللي حيحصل في الخضار وحنوصل اليوم من الأيام إن شاء الله وحتحل حل كل مشاكلها يعني مشاكل العمالة والمقابل المالي إن شاء الله أنه حتنحل وحتقل على المزارع تكاليف الطاقة إن شاء الله حتحل كفاءة الإنتاج حتزيد وبالتالي حيعتبر أو هو أساساً مشروع واعد جداً للاستثمار بالقطاع الزراعي في المملكة فأنا شايف مستقبله مستقبل جداً أنا اللي علاقات كثيرة مع مستثمرين ومستثمرين يملكون إلى 40 و 35 هكتار يعني ما يقارب حوالي 70 و 80 بيت بلاستيك وزجاجي فهذه مشاريع ضخمة جميل جداً ذكرت في كلامك نقطتين وهالنقطتين بتقودني إلى سؤالين النقطة الأولى عن الاستثمار ونقطة الثانية عن التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الزراعي خلني أبدأ معك عن الاستثمار وإلى أي مدى ترى توجه الشباب وإقبالهم على الاستثمار في القطاع الزراعي والله يشوف الاستثمار القطاع الزراعي إذا بتقارنه بالقطاعات الأخرى هو قطاع صعب يعني لو تبتقيسه كعائد وكمشاكل لكنه قطاع واعد ويحتاج فقط أنه اللي يدخل للقطاع هذا يدخله عن طريق رغبة وعن طريق تدريب يكون عارف وش يسوي ما يروح لطبعاً كذا خط عشواء لازم يكون دارس القطاع مزبوط حاب بالقطاع وحاب أنه يستثمر بالقطاع متقبل المشاكل البسيطة اللي حتواجهه في البداية لأنه هو استثمار طويل يا خالد هو عوايده لن تكون خلال سنة أو سنتين يعني اللي ما يبيأخذ العوايد حتجيك من السنة الثالثة والرابعة الشباب أنا أشوف أنهم أكثر مجالاتهم الآن اللي أشوفها واعدة ما سنقول في الحقل وفي الميدان أنا أشوف أنها في التسويق وفي المبيعات واعدة جداً اليوم نفتقر إلى استثمارات كبيرة في التسويق والمبيعات وخصوصاً في الخضارة خالد وفي الفاقية والبلد على إنتاجه الضخم ومساحاته الضخمة يحتاج أكثر من شركة وأكثر من عشرات الشركات للتسويق الزراعي وهذه أحد الاستثمارات الضخمة اللي تقودها الوزارة ويقود ويدعمها البنك الزراعي عن طريق القروض للثلاجات والسيارات فهذه مجال واعد جداً للشباب للاستثمار بالقطاع الزراعي ماذا عن التحديات والعوائق التحديات طبعاً أرجع أقول لك واحدة من التحديات هي التسويق التسويق لازال عندنا بالذات الخضار لازلنا نواجه مشكلة وخلينا نقول لك مثلاً لو تروح لأسواق النفع العام يمكن الآن كلنا عارفين أن أسواق النفع العام انتقلت من ملاك البلديات إلى ملاك وزارة البيئة والمياه والزراع قريباً سنة سنتين تقريباً وأعتقد أنه تحت مظلة الوزارة ستنجح الأسواق هذه لأنه أنا شايف مؤشرات تقول أنها ستنجح يا خالد بإذن الله وحتنجح في التسويق والمبيعات التي أنا أحث فيها الشباب اليوم التنظيمات التي أنا أسمعها وأشوفها الأسواق النفع العام تشجع الشباب أنهم يروحون ويستثمرون اليوم أسواق النفع العام لن تكون سهلة يا خالد زي ما كانت في السابق في سجل زراعي الآن كل مزرع بالمملكة مسجلة ما في مزرع الآن تشتغل بدون سجل زراعي السجل الزراعي هذا خالد هو مؤشر أو هو بوابة الدخول لك أنت كمزارع للأسواق أنا أعتقد أنه في القريب العاجل يعني أقل من سنوات بسيطة لن يدخل سوق الخضار إلا المزارع اللي معها السجل وبالتالي البضاعة اللي تدخل السوق معروفة المصدر والمزارع عارف أنه راح يتعرض لاختبارات وفحص بيسهل علينا كثير من المهم بيسهل طبعا وانت كمستاهلك حتأخذ المنتج وانت آمن لأنه لو حصل أي خلال الله يقدر وهذا ما هيحصل إن شاء الله حتعرف المصدر منين هذا مجال واعد يا خالد أنه ينظف السوق من العمال السائبة ومن التستر اللي قاعد يصير ويسمح بالشباب السعودي إنه مهم اللي يدرون القطاع هذا اليوم لما تروح العزيزية وتشوف المباسط اللي فيها جزء كبير منها يديرها عجانب اليوم لما هذولا يأخذونها الشباب السعودي وعن طريق مؤسسات تسويق ومبيعات ويشتغلون على التعبع وعلى التسويق وعلى السلسلة كاملة حيكون نجاح كبير لهم العمالة أحد التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي الآن مش العمالة كعمالة هي المقابل المالي اللي الآن يمكن أتعب المزارعين شوي اليوم المزارع يدفع حوالي عشر آلاف ريال أو تس آلاف ريال على العامل الواحد سنويا مقابل أقل من ألفين وألفين وشوي قبل حوالي خمس سنوات أربع سنوات هذه أثقلت حكائها المزارع وأثرت على المنتج النهاي في النهاية وزاد سعره يعني اللي كنا نأخذه مثلا الكيلو بريال صار بريال ونص ريال ربع جزء منها لتغطية تكاليف المقابل المالي وأعتقد أنه اللي نسمع إن شاء الله في طورة أنها تخفف إن شاء الله وتحل وبالتالي إن شاء الله هتزيل العواق هذا كله في النهاية خالد أعتقد أنه هدف مئة وثلاثين مليار خلال عشرين ثلاثين إن شاء الله لأنه أعتقد أنه كل العواقع اللي أمس الصندوق التنمية والزراعي أعلن عن واحد ونصف مليار قروض وتسهيلات أو قروض للمزارعين واحد ونصف مليار الف وخمسمائة مليون نعم في قرار واحد من اجتماعات مجلس الصندوق أعتقد أنه دعم كبير جدا يا خالد جميل جدا طيب أتكلم معك عن الشركة الوطنية الزراعية تشتهر بحليب الخلفات ومشروع تربية الأبل ولحم الحاش البلدي نعم نتكلم شوي ونسهب في هالموضوع شوف هذا خالد أحد الاستثمارات اللي يقولك للشيخ سليمان أنه عنده إيمان أنه هذا واجب أو شيء المفروض يسويه ما أحد كان يقول للشيخ سليمان أنه يملك أو يأسس مشروع الإبل عشان يربح منه مشروع الإبل هو أنشأ الشيخ سليمان لتكوين منظومة أو سلة غذائية كاملة عنده خضار وعنده حبوب وعنده فاكة وعنده زيت زيتون وعندنا معجون طماط وعندنا حليب ماعز وعندنا حليب إبل سلة متكاملة يعني الشيخ يساهم وغيره يساهم فتزيد الكميات بالسوق حليب الإبل هذا طبعا المشروع مشروع الإبل عندنا بالجوف ما يقارب 600 رأس ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم واللحوم الحاشي والإنتاج الحليب هذا بالجوف فقط بالجوف طبعا المشكلة خالد اللي نعانيها إحنا كمنتجي لحليب الخلفات ويعاني منها كل منتج لحليب الخلفات اللي هي طول فترة جفاف الناقة أو الناقة من الحليب بعد ما خلينا نقول يعني بعد بعد ما تعشر وبعد اللقاح تجف الناقة فإحنا عندنا هذه المشكلة يا خالد حوالي 12 شهر جفاف تقارنها بالأبقار أخالد الأبقار وفترة جفاف الأبقار 60 يوم في السنة يعني 300 يوم مربي الأبقار يحلب حليب و60 يوم جفاف النياق على الأكس النياق أو الخلفات المنتجة تحلب 300 يوم 365 يوم ومجرد ما لقحت تجف 365 يوم فعندنا مشكلة أنه تغطية العدد الحلاب أو عدد الحلاب النياق الحلاب اللي مطلوبة عدد يكون أحيانا مش بالضرورة أنك تملكه إحنا حاولنا كثير أنه أنه نشتري نياق حلاب أو نكاثرها فيها صعوبة شوية خالد من ناحية الوقت أنه تحتاج وقت الشيء الآخر لا زال عندنا ثقافة العيب وهذا أعتقد أنه حتنتهي قريب من خالد اليوم جزء كبير من مربين الجمال بالمملكة يستعيبون بيع الحليب وإحنا هذه الفكرة نشوف أنها ستتحقق قريباً يا خالد أنه أنا كشركة عندي قطيع أنا عارض على جزء كبير من المربين أننا ندخل معهم في شراكة نحن نتولى جزء من العلف نتولى جزء من إدارة القطيع مقابل أن نشتري منتوجهم وإحنا نعبيهم نصنعهم ونبيعهم بالسوق بدل ما أنه يترك بالخلفات أو بالنياق وتجف أحياناً وفيها كمية حليب الوطنية عشان نستثمر ونزيد إنتاجنا في الخلفات ما أقول لك أنه إحنا ما بدلنا جهد بدلنا جهد ودورنا وقاعدين نبحث الآن أن نزيد القطيع ولكن اللي يملك النياق الحلابة هذه لا يفرط فيها ما يبيعها وإحنا شغالين الآن أنه نزيد قطيعنا من داخل القطيع لكن حيأخذ وقت فبإذن الله إن شاء الله أنه الفكر المربين زي ما قلت لك يتغير ويتغير قريباً إن شاء الله ويبدون إن شاء الله يتعاملون كما يتتعامل للأبقار الآن جزء من الشركات أو الشركات الكبارة الآن تشتري من صغار المنتجين الحليب فأنا متفائل إن شاء الله أنه حيجي الدور على الخلفات وعلى النياق أنه جزء من إنتاجها يباع للمنتجين الرئيسيين نحن والله ودنا بكبسة لباني بس مشكلة في الجوف ما في شيء في الرياض لا نحن نشجعكم نوريكم الصور ونوريكم الفيديوهات للأحم الحاشي ولحم الهرفي بس طبعاً التطبيق كله حيكون بالجوف أكيد طيب دائما تكلمت عن الشيخ سليمان أكيد مواقفة ومبادراتها اجتماعية كثيرة لكن يعني لعلي تذكرت الصورة التي تعلق في كل زاوية من زوايا الشركات اللي هي دائماً نتكلم اللوقاف يعني هذه عن العاملين وعن والديهم وعن كل من يساهم حتى لو بالدعوة شوف الشيخ سليمان أنا شاتي فيه مجروحة أنا لي شرف أني أعتبر نفسي واحد من عيال الشيخ أنا علاقته بالشيخ من أوائل من بداية عملي وأنا كنت ملاصق لمشاريع الشيخ بالشمال وكنت تشرف في زياراته وبرعايته لي وأنا صغير وجزء كبير من تشجيعه لي لازل تذكره وأنا في العشرينات الشيخ سليمان كريم نفس وكريم نفس هذه نقولها طبعاً نقوله ونعنيها لأنه الشيخ سليمان له عبارة الله يجزى وخير أنه أشرك طبعاً الشيخ سليمان عنده مؤسسة توقف سليمان راجح اللي تتبع لها القابضة والقابضة تتبع لها الشركات الكبيرة التي كلنا نعرفها اللي تابع شركة الشيخ سليمان راجح القابضة. الشيخ سليمان عنده عبارة أنه أشرك جميع العاملين بالوقف والديهم. ومن عمل أو سهل على الوقف أي إجراء. ومن ساهم فيه بنصح أو إرشاد أو نصيح أو دعوة أنه شريك في الأجر. فتخيل أنك لو تدعي أن الله يجد شيخ سليمان ويبارك لهم في الوقف. هذا أن شريك في الأجر. هذا كرم نفسه خالد. يعني اليوم واحد يقول لك أنا أوقفت الشيء الفلاني لي والعائلتي. هذا الشيخ سليمان أوقف كل الأوقاف هذه. وأنا وياك خالد الآن لو ندعي ونقول عسى الله يجد شيخ سليمان خير ويصلح له النيوة الذرية ويجد خير عما قدم لوطنه وأمته إحنا شركاء في الأجر يا خالد. أنا أذكر واحد من الشباب قابلته في جدة فقال أنا شريك معكم يا عبدالله في الوقف. والله يا شيخ أنت لا أنت موظف ولا أنت قال يوه بس أنت شو بشيخ سليمان كاتب أو دعوة صادقة فأنا كل بعد فرض أدعي للشيخ سليمان وللوقف فأنا شريك معكم بالأجر فهذا كرم نفس. الحادث الثاني أذكر أن عندنا مستشار زمينا الدكتور منجي من تونس نحن ناخذ معانا مستشار فأول زيارة للوطنية قبل سنتين دخل ولقى العبارة هذه فالرجل شخص أمامها وصورها لي ورسلها لي بالجوال. قال لي عبدالله أنا ما كنت متوقع أني بشوف العبارة هذه أمامي أنا أعتقد أن الأوقاف والمساهمة فيها تكون محصورة على أهلها الرجل هذا كريم لدرجة أنه أشرك كل رجل في الأوقاف هذه يا خالد إحنا من طلعنا على الدنيا بالزراعة وإحنا مع الشيخ سليمان دائما يردد عبارة احتسبوا الأجر عيالي احتسبوا الأجر. وإحنا نشوف إنها عبارة دارجة مع الشيخ. لكن لما تحسها وتستوعبها وتشعر فيها. أنت اليوم أنا موظف الوطني. أشتغل مقابل مالي. لكن مع ذلك إن شاء الله إن شاء الله أني أنا والديني وكل مسلم يدعو للشيخ ويشارك بالوقف أنه شريك في هالأجر. حتى العامل اللي في الشركة لما يشوف هالعبارة أكيد بتعطيه يعني دافئ معنوي كبير. والله يا خالد أنا ما بيقول لك إنه في عندنا عمالة يمكن ما بيقول لك إنهم لهم ثلاثين وعشرين سنة ومبسوطين و ومرتاحين وميسر إن الله عليهم وامورهم سهلات وماشية بسبب إنهم يمكن جزء منها إن شاء الله أنه نتيجة هالإشراك بالوقف. الله يكتب أجر إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أتكلم معك عن المشاريع المستقبلية للشركة. حدثنا عنها. احنا طبعا الوطنية زي ما قلت لك خالد واحدة من النعم اللي ننعم فيها الآن بعد الرؤية. اليوم عندنا خطط واضحة يا خالد للزراعة للخمس سنين والعشر سنين القادمة أعلنتها الوزارة برؤية الوزارة وبرنامج الوزارة. فصار عندنا رؤية واضحة يا خالد. احنا وش راح ننسوي بعد خمس سنوات. واليوم احنا طبعا احنا شركات الوطنية والشركات التابعة للأوقاف أو للقابلة. احنا شركات في النهاية شركات ربحية يا خالد. ما احنا شركات أوقاف يعني اليوم عندنا حوكمة عندنا ربح وخسارة عندنا مراجع خارجي. عندنا مراجع داخلي. يعني نحاسب ونشتغل بطريقة الشركات المساهمة. فوحدة من خططنا أن نسوينا خطة خمسية. خطة خمسية مبنية على خطة الوزارة. والخطة الوزارات المعنية الأخرى. عندنا استثمارات معينة جاية في الطريق. وعندنا توسعات إن شاء الله بنناها مع مجلس الإدارة. ووضعناها إن شاء الله في خارطة الطريق. يعني اليوم أنا عندك خالد هنا اليوم. أنا عارف بإذن الله وش راح أزرع في اربعة وعشرين. وش راح أسوي من مصانع في خمسة وعشرين. واليوم أنا ما بيقول لك اليوم أو أمس. كان معي اجتماع واحد مع شركة ايطالية. نخطط على مصنع حيركب في منتصف الخمسة وعشرين أو آخر خمسة وعشرين. فلازم ناخذ فيها يعني اجراءات سريعة من الآن لأنه تصنيع الخط أو المصنع هيستغرق حوالي اثنى عشر شهر. فإحنا عندنا مشاريع مستقبلية جاي زراعية وصناعية. لكن بالأكثر أنها صناعية زراعية أو الصناعة الزراعية اللي هي منتج زراعي وصنع. وعندنا إن شاء الله توجه لأنه مع ظل الدعم القوي من الوزارة من الحكومة للحوم الحمرة والاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمرة. إحنا عندنا بدأنا نعيد خططنا في اللحوم الحمرة. لأنه ما هي ما هي كل القطاعات المربحة اللي تشجعنا نربح. لكن اللي قاعدين نشوفها الآن ونسمعه من الوزارة والأرقام اللي مطروحة أمامنا. كنا في ورشة قبل يومين لتربية المكثفة للأغنان. فتشجعنا أنه رح نستمر ورح نستمر بإذن الله إن شاء الله ونحاول نعالج الأخطاء. نزيد كفاءة الإنتاج. فهذه أحد المشاريع. الزيتون طبعا وزيادة كفاءة الأشجار. واليوم المملكة تستهلك حوالي أربعين خمسة وربعين مليون يا خالد. الانتاج المحلي لا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة ثلاثين بالمئة. ستل عندنا سبعين بالمئة. هذا بالإمكان أن ننتجها محليا ونضخها بالسوق السعودي. السوق السعودي يا خالد أو بلدنا أو لا الحمد بلد مستهدف من كل الدول المنتجة اللي حولنا. يعني كل الدول الزراعية اللي حولنا اللي هي تستهدف سوقنا لأن سوقنا كبير وفي قوة شرائية كبيرة. فحنا محظوظين كمزارعين وكشركات زراعية أنه عندنا هذا السوق الضخم هذا ويستوعب. حتى الخطط يعني أول كان في خطط ربما اجتهادات شخصية. اليوم الخطط الخمسية هذه يعني مرتبطة بالأرقام. أنا أنا أتكلم من واقع خالد. أنا عاشرة الفترتين. أنا إلى بداية الرؤية. ما قبل الرؤية يا خالد كنا نشتغل اجتهادات شخصية. نروح نعمل أبحاث بالسوق ونعمل توقعات وش رح يكون بناء على ما صار العام وش رح نزرع السنة القادمة وش رح تكون الأسعار. فكنا أحيانا أن خالد نستثمر استثمارات ضخمة بملايين الريالات ولا نعرف وش ربي يصير عليها بعد سنة سنتين لأنه ما كان في خطط واضحة من وزارة الزراعة وش رح يصير بعد أربع سنين. اليوم هذا وانا عندك أنا عندي خطة إلى سبع عشرين. أنا كشركة. وغير من الشركات كثير. كل الشركات عندها خطة خمسية. عارفة وش رح تسوي. عندنا محاصيل معينة لن تزرع. يعني لن يعاد زراعة العلاف. ولن يعاد زراعة المحاصيل المستنزفة. لكن في القضار مفتوح عمامك المجال. في القمح اليوم يشوف أنه الوزارة تشجع على زيادة الانتاج المحلي من القمح. ومستهدفين الآن أنهم يأخذون حوالي مليون ونص طن اللي يعادة النص استلاك المملكة من القمح محليا. الدواجن لا زال فيها الدعم وفيها تشجيع وفيها لا زال يمكن باقينا ثلاثين خمس ثلاثين بالمئة علشان نصل الاكتفاد ذاتي. اللحوم الحمرة فيها على ما قال فيها حدود ثلاثين خمس ثلاثين بالمئة لا زال. فكلها مشاريع طموحة مشاريع ضخمة. ولكن واضحة. واضحة للمستثمر الزراعي. وين رح يروح. أبي سألك عن إلغاء دعم الحكومي عن بعض المنتجات. هل هذا الشيء بيأثر سلبي أم إيجابا؟ والله أنا شوف خالد أنه أثر علينا احنا صحيين. لأنه خالد شوف الدعم الحكومي احنا يجب أنه احنا مؤمنين وكلنا عارفين أنه لن يستمر. أن يستمر سنة لن يستمر السنة الثانية واللي الثالثة. فمن فضل الله علينا أنه جزء كثير من الدعم هذا أوقف. نتيجة أنه هذا القرار الصح. أنت لا يمكن تستمر وتنافس عالميا ومحليا وانت مدعوم. لأنه الدعم هذا ما حيخليك تنتج بالطريقة الصح أو تبيع أو تكلف منتجك بالطريقة الصحة. اليوم الدواجن وكثير من المنتجات يعني خليني آخذ لك مثلا زيت الزيتون. نحنا اليوم ننافس في الزيتون الإسباني واليوناني المستورد. وإحنا بدون دعم. لكن لو كنا على دعم كان ما حتخلينا بالصلاة باللي حنا فيه. اليوم جزء كثير من إنتاجنا الزراعي. اليوم الأغنامي خالد ما هي مدعومة. ومع ذلك لازالت ماشية في أمورها زينة. أنه ممكن تنافس المستورد إلى حد ما. أعتقد أنه إزالة الدعم هو أحد الطرق الصحيحة. أنه تصحح من الاستثمار الزراعي. وتخليه استثمار يتحمل الصدمات ويتحمل السوق الخارج. النقطة الثالثة أو النقطة الأخرى يا خالد. نحن في بلد عندنا معاهدات واتفاقات تجارة خارجية واتفاقات تجارة دولية ومرتبطين مع الدول. نبيع عليهم ونشتري منهم. فأنت أريد أن نحن بلد مفتوح. أريد أن نتقابل أنه يجيك منتج وحتصدر منتج إذا كان المنتج هذا مسموع. فكونك تطلع من الدعم وتشتغل بدون دعم. هذا حيخليك جاهز أنك تنافس وتنافس بقوة للمستورد. اليوم الدواجن يا خالد. شوف عند السوق في منتج محلي وفي مستورد. الانتاج المحلي جزء كبير منه يا خالد. يباع مبرد. المبرد احنا عارفين خطورة المبرد. إذا ما نباع خلال أربع خمسة أيام ستة أيام يتلف. ومع ذلك كبار المنتجين الآن يبيعونه مبرد. دواجن الوطنية تبيع مبرد. نتيجة أنه في طلب محلي. مع وجود المستورد. لكنه لأنه الدعم عليه قليل ما يأثر. فأصبح أنه ينافس المستورد وبيقول الله لهم. أعتريت أنه معلوماتك وسأتنا بوجودك. الله جزاك خير يا خالد. خلال سنة أختامل هذه البودكاست. بارك الله فيك. وجزاك الله خير. وأسأل الله أنه ينفع بنا جميعا إن شاء الله خير. شكرا لك يا أبو سام. شكرا لكم. وبإذن الله نلقاكم في بودكاست قادم. في أمان الله.